بس احنا قلوبنا مشهولة بحياتك في الدرجة الأولى عايزينك تسمع وتصلي وصلاتك تصبح مقفولة وتسلم للرب طريقة وتلاقي مشاكلك محلولة في رسالة كيانك من الألب رسالة من الألب رسالة من الألب أمين خلونا ناخد كتبنا من مقدسة مع بعضنا البعض ونفتح مع بعضنا اليوم إلى أنجيل يوحنص 11 أنجيل يوحنص 11 ابتداء من عدد 40 بقول قال لها يسوع ألم أقول لك إن آمنت ترين مجد الله فرفعوا الحجرة حيث كان الميت موضوعا ورفع يسوع عيني إلى فوق وقال أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلما خارجا فخرج الميت وياداه ورجلاه مربوطات بأقمطة ووجه ملفوف بمنديل فقال لهم يسوع حلوه ودعوه يذهب فكثيرون من اليهود الذين جاءوا إلى مريم نظروا ما فعل يسوع آمنوا به وهما قوم منهم فمضوا إلى الفرسيين وقالوا لهم عما فعل يسوع فجمع رؤساء الكهنة والفرسيون مجمعا وقالوا ماذا نصنع فأن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا فقال لهم واحد منهم وهو قيافة كان رئيسا للكهنة في تلك السنة أنتم لستم تعرفون شيئا ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها ولم يقل هذا من نفسه بل إذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة وليس عن الأمة فقط بل ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه دعونا بداية أحبائي بأن الرب يسوع المسيح مرات عديدة عندما عمل في حياته عمل بشكل أنه شارك التلاميذ بأشياء كثيرة وقلت في المرة الماضية بأنه لما أجي يسوع على بيت عنيا مع أنه تأخر وكان هو يعمل هذه الأمور هذه المقصد لأنه أراد أن يؤمن التلاميذ وأن يروا مجده ففي كل الآيات التي عملها الرب يسوع المسيح في إنجيل يحنى كان دائما يعمل لكي يري مجد الله ولكي يؤمن الآخرين به والأحبائي بكثير من الأوقات لما منطلع للإنجيل يحنى منشوف فعلا بأنه الرب يسوع المسيح أرسل مثلا بطرس ويحنى إلى العلية لكي يحضروا له عيد الفصح أو لكي يشترك معهم بالوليمة الأخيرة وليعطي هذه الذكرة والفريدة التي أعطانا بها لنتذكر موته ودفنه وقيمته عندما مرات كثيرة أراد أن يشركهم في أشياء كثيرة سألهم في هذه المناسبة أين وضعوه ألم يعلم من رب يسوع المسيح أين وضعوه طبعا كان يعلم أين وضعوه لكنه هو أراد أن يشرك الآخرين لكي يس فقط يرينا لهوته بل أيضا يرينا إنسانيته عندما وصل إلى قبر هناك قال أن يدحج الحجر وهو كان قادر أن يدحج الحجر لكنه طلب من الآخرين أن يدحج الحجر في أين المناسبة يا حبائي نرى بأنه عندما الرب أقام لعازر من الأموات نقرأ في الكتاب المقدس إذ يقول بأنه خرج الميت كما قرأت مربوطا كان هناك أقمطة التي يلث فيها الميت عندما يوضع في القبر كان يوضع المنديل أيضا على وجه هذا الإنسان فعندما خرج لعازر من القبر خرج وكأنه حي لكنه كان ما زال لابسا ثياب الموت وهذا الذي نستطيع أن نراه في حياة الرب يسوع المسيح عندما تكلم للأشخاص الوقفين وخاصة التلميذ حوله وقال لهم حلوه ودعوه يذهب ألم يقدر الرب يسوع المسيح أن يخرج لعازر من الأموات من القبر محلولا من ثياب موته بكل تأكيد كان هو قادر أن يعمل هذا العمل لكنه طلب من تلميذه أن يعمل العمل وهذا ما نرى بأن إلهنا بكل قدرته العظيمة التي قادر فيها أن يعمل أعمال عظيمة لكنه يشرك الإنسان بعمله وهكذا أقول أحبائي بأنه لا يقدر أحد أن يأتي إلى الله إن لم يشتذبه الآب فالخلاص في المكان الأول هو من الله يونان من العهد القديم قال للرب الخلاص فلا يستطيع إنسان أن يأتي من تلقاء نفسه إن لم يعمل روح الله القدوس في حياته فالروح القدس يبكت على خطية وعلى بر وعلى دينونة على خطية لأنهم لم يقبلوا الرب يسوع المسيح على بر لأنه يريدهم أن يفهموا بأن البر المطلوب هو ليس البر العمل الذي للناموس لكنه بر الإيمان بالمسيح يسوع وهكذا نرى أحبائي بأن الرب يسوع المسيح يعمل في حياة الإنسان فيشتذبه ولكن الإنسان لا بد أن يعمل أيضا في أن يقبل دعوة الله لحياته فهذا ليس عملا منه لكنه هو مجرد القبول لذلك يقول الكتاب المقدس أن هبة الله هي حياة أبدية في المسيح يسوع فالهبة هي عطية مجانية أنا لا أستطيع أن أدفع أي شيء ولا أن أعمل أي شيء ولذلك أقول أحبائي أن مسيحيتنا الحقيقية هي شخص المسيح والإيمان به المسيحية هي ليست تقوس كناسية المسيحية هي ليست أعمال نقوم بها كما يظن البعض ناصوام وصلوات وتقدمات وإلى آخره إن كان هناك مكان لكل هذه الأعمال لكن هذه الأعمال هي عبارة عن تعبير شكرا لمجد الله وهذا ما يشرقنا الله به لكن أحبائي دعوني أقول بأن الرب يسوع المسيح هو الذي يبتدئ بعمل الخلاص وهو الذي يكمل هذا العمل عندما يطلب من الإنسان أن يقبل المسيح يسوع يقول القتال من القدس هكذا حب الله العالم حتى بدلها ابنها الوحيد لكن هل كل إنسان في هذا العالم سوف يخلص؟ لا لأن الكتاب يكمل ويقول لكي لا يهلأك كل من يؤمن به فالإيمان شيء مطلوب بالنعمة أنتم مخلصون وهذه النعمة هي من هو وهو من دون النعمة لا أحد يستطيع أن يخلص لكن كيف يتم هذا الخلاص؟ بالإيمان بالمسيح يسوع بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله لذلك أقول أحباء في هذا المكان عندما جاء الرب يسوع المسيح إلى القبر شارك أيضا التلاميذ في هذا العمل وقال لهم حلوه ودعوه يذهب مثل ما البي أوقات كثير بيفرح لما بيشوف ابنه بيعمل مثله يعني البي في يوم الأيام بيطلع لحتى يقص الحشيش وبولد صغير بيحمل واحدة مثل ما دول المورس طبعون الألعاب وبصير يتفشها مثل ما البي بيتفشها وبعدين يعني يصير يعمل مثل ما البي بيعمل والبي بيفرح كثير كثير لكن في يوم الأيام بي له يا بي أنت تعخذ هيدها الآن أنت تعخذ هيدها الآن ورب يسوع المسيح من نفس العمل أحبائي عندما علم التلاميذ وبعدها قال لهم أنتم ستعملوا أعمال أعظم لأنه عندما يعمل الروح القدس بحياتنا نستطيع أن نعمل لذلك أقول أحبائي أن القيامة من الأموات هي ليس مجرد حدث تاريخي مع أنه هو حدث تاريخي لكننا نؤمن بأن القيامة من الأموات هي حياة نحياها في المسيح يسوع لذلك يقول الكتاب المقدس الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة لنا ونحن بعد خطاط أقامنا معه وأجلسنا معه في السمويات في المسيح يسوع وهكذا أقول أحبائي نرى عندما أقام الرب لعازر من الأموات نرى بأنه كان ما زال مربوطاً بالأقمطة وكان ما زال المنزيل على وجهه فقال الرب حلوه ودعوه يذهب حالة لعازر في هذا المكان أنه قام من الأموات لكنه كان ما زال لا بسنثية بالموت وكثير من الأوقات بيكون في بحياتنا وخاصة في بداية إيماننا يعني بيكون في عنا بعض الأشياء اللي بعدها مثل ما بولي ريحة الموت علينا في عادات اللي أخذناها من حياتنا الماضي اللي ما زالت عالقة في حياتنا لكن الرب يتطلع إلى الإنسان ويقول أنا خلصتك ولكن ينبغي أن أيضاً يكون هناك تكميل لهذا العمل في حياتك وفي كثير من الأحيان الرب بيستخدم أشخاص آخرين لحتى يساعدوا هالشخص هذا يحلوا من ثياب الموت في بعض الأوقات أنت بيطلب منك الرب أنك تحل ثياب موت شخص آخر وفي بعض الأوقات الرب يقول لك بدك أنت تقبل شخص يجل عندك ويساعدك لحتى تحل ثياب الموت عنك ومشان هيك أحبائي خليني أقول في عنا شيء في حياتنا المسيحية اللي نحن ينبغي أن نتعلم كيف نعمله ألا وهو التلمد التلميذ تعلموا من الرب يسوع المسيح وبعدها هم عملوا هذه الأشياء في المكان الأول الرب غسل أرجل التلميذ لكن قال لهم قال لهم تعرفوا ليش عملت هيك لحتى أنتم أيضاً تعملوا هذه الأشياء لأحدكم الآخر خليني أقول أحبائي الله يريدنا أن نتشارك في عمل القيامة فالقيامة هي حياة نحياها هي حياة ينبغي أن نعمل فيها مع الرب والتلميذ عرفوا تماماً كيف يعملوا هذه الأشياء فهذا أحبائي في بعض الأوقات الرب بيتكلم لألنا وبيقل لي أنت في عندك بعض الأشياء بعض التفكير الجسدي بعض التصرفات الجسدية وأنت بحاجك أن تخلع عنك ثياب الموت فالرب يحلنا من قيود الموت ويخرجنا إلى خارج لكن الرب كمان بيشرك الآخرين في حياتنا لكي نعمل فنساعد بعضنا البعض على هذه الأمور حلوه ودعوه يذهب تعرف أن كان أشخاص كثير اللي عرفتهم واللي طلبوا الرب وكانوا مدمنين على المخدرات وكانوا مدمنين على أشياء كثيرة لكن لما طلبوا الرب كان في صراع كبير في حياتهم في بعض الأشخاص الرب خلصهم يعني بين ليلة وضحاء هايك مثل بيقولوا مش بس خلصهم بليلة ويخلص الكل مثل ما شفنا المرة الماضية بيخلص الكل بلحظة لكن في بعض الأشياء بتظلها عالقة في حياتنا وبعض الأوقات بتاخد فترة طويلة لحتى نتخلص منها وبعض الأشخاص هيدول يعني بيتصارعوا مع هالمشاكل هاي فالمدمن على شيء معين بحاجة لشخص أنه يشجعه بحاجة لشخص أنه يعطيه عبارة عن يعني حساب أو يكون بينه وبينه بين الشخص الآخر كالتلميذ مع المعلم أنه يراجعوا بعضهم مع بعض السلوك أو الخطوات التي ينبغي أن يعملها الإنسان لكي يتخلص من هذه الأمور بحاجة خمسة بولوص الرسولي بيحكي لأشخاص عن الإدمان ويقول عن شخص اللي كان مدمن على الزنا يقول يسمع أن بينكم زنا وزنا هكذا لا يسمى بين الأمم حتى أن يكون للإنسان امرأة أبيه أفأنتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل الرب يعطينا نعم يا حبائي أنه نشوف بأنه الله لا يريد أن نحيا حياة التي تستمر الخطوية إذا كانت أنا كمؤمن بقول عن حالي أني مؤمن وبنبسط بالخطوية لازم حط مثل ما بقوله علامة استفهام كبيرة على هالإيمان أنا مش عم بقول أن المؤمن لا يخطئ بترجع أنه نفهم مزبوط كل واحد مننا عرض بأن يخطئ لكن إن أخطأ أحد لنا شفيع عند الآب يسوع المسيح ربنا وهو شفيع وهو كفار ليس لخطيانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا لذلك يقول إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل أثم مش بس بيغفر خطيانا لكن بساعدنا على أن ننحل من ثياب الموت وأن يطهرنا من كل خطيانا فالرب يريد مني ومنك أن نشترك في هذا العمل وأن نساعد أحدنا الآخر وأن نساعد أنفسنا حتى نعمل ونعيش حياة القيامة من بين الأموات خلينا نقول أحبائي أيضا بأن عندما أقام الرب لعازر من بين الأموات نرى بأن هناك يعني كان عبارة عن ردود فعل مختلفة فبعض الأشخاص آمنوا مثل ما شفنا بإنجيل يحن صاح 11 أنه بعض الأشخاص آمنوا بالمسيح يسوع كما يقول الكتاب بعد أن أقام الرب يسوع المسيح لعازر من الأموات يقول بأصحاح 11 بعدد 48 أو 45 فكثيرون من اليهود الذين جاءوا إلى مريم نظروا ما فعل يسوع آمنوا به يعني في كثير من الأشخاص آمنوا لكن في بعض الأشخاص يعني يقولوا ما آمنوا لكن راحوا ينقلوا الخبر وأما قوم منهم فمضوا إلى الفرسيين قالوا علهم عما فعل يسوع اليوم محبائي في كثير من الأشخاص بيسمعوا عن قيامة يسوع المسيح من الأموات ويؤمنوا بالمسيح لكن بكل أسف في كثير من الأشخاص بيسمعوا عن قيامة يسوع المسيح من الأموات ويروحوا مثل ما بقولوا يحكوا يشككوا الموضوع بيروحوا إلى حتى يستهزئوا مع الأمور هاي بيروحوا إلى حتى يشتكوا على المؤمنين وعلى حياة الأشخاص الآخرين لاحظوا شو بيقول الكتاب القدس فجمع رؤساء الكهنة والفرسيون مجمعا وقالوا ماذا نصنع فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة ونرى عمل الشيطان من خلال البشر الذين لا يؤمنون تشاوروا عليه ليقتلوه تشاوروا عليه ليقتلوه وبكل أسف أحبائه بأن الشخص المسؤول عن هذا العمل كان رئيس الكهنة قيافة الذي تنبأ في تلك المناسبة وقال خير أن يهلك إنسان من أن تهلك الأمة كلها وكثير من الأوقات بحزن لما بسمع عن أشخاص لهم ألقاب كبيرة لكنهم يتكلموا بكلام عكس إرادة الله ما ينبغي نحن أن نعمل ولسر قلب الله أن نؤمن بيسوع الأشخاص الذين آمنوا بيسوع كانوا عبارة عن أشخاص الذين عملوا أيضاً مع التلاميذ فكان لهم عمل المسيح في حياتهم الله يعطينا نعمة يا حبائي أن نكون أشخاص مستعدين أن نعمل العمل ما هو الذي يسبب ما هي الأشياء التي تسبب عدم اشتراكنا في عمل الرب في المكان الأول أقول هناك عبارة عن يعني جهل جهل لكلمة الله كما يقول النبي في العهد القديم هلك شعبي من عدم المعرفة نجهل كلمة الله هل لنا فعلاً معرفة بكلمة الله هل لنا جلوس عند أقدام المسيح لكي نتعلم منه كل يوم من حياتنا بش أنا هيك حبائي نحن بحاجة أنه نحضر في الكنيسة يوم الأحد ونحضر يوم الأربعة لما نعمل درس الكتاب لحتى نشجع بعضنا البعض ونتعلم من بعضنا البعض ونسمع كلمة الرب وبحاجة كل واحد مننا أنه يفتح كتاب المقدس كل يوم ويقرأ ما يقول الرب لك ولي بتقول مش عم بسمع صوت الرب هل عم ترى الكتاب المقدس لأنه في الكتاب المقدس صوت الرب إليك وإليه بتقول كل يوم بدي أرى الكتاب المقدس سألك سؤال كل يوم تأكل ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فالله الجهل هو واحد من الأشياء اللي نحن ما نشترك فيها بعمل الرب الذي يريدنا أن نشترك فيه في بعض الأحيان يعني عبارة عن تفكير جسدي تفكير فاسد في حياتنا اللي بيمنعنا عن أنه نحن نشترك بعمل الرب وخليني أقول أحبائي لما الإنسان فعلا يولد الولادة الجديدة في المسيح يسوع جسد المقدس يتكلم عنه ويقول بأنه صار خليقة جديدة إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا سبع وعطيت شهادتي وقلت أني أنا مرات كثيرة رفعت إيدي وتقدمت الأمام وصليت لكن بكل أماني بقول أحبائي لم يكن هناك عمل المسيح في حياتي لم أتجدد بتقول كيف كنت عرفت أخ نبيل اللي عرفته أنه يوم اللي أنا فعلا اتجددت اتغيرت حياتي مش أنا اللي غيرتها هو اللي ابتدى يغير فيها أعطاني محبة لقراءة كلمة الرب أعطاني شوق لحتى أحكي مع آخرين عن شخصه أعطاني يعني لذة في أني أجلس في محضر الرب وأرفع قلبي إليه وأصلي من أجل أشخاص آخرين أحباء على قلبي وهم أشخاص أردت أن أربحهم لشخص الرب يسوع المسيح في أشياء بتتغير بحياتنا هو اللي بغيرها وهو اللي بفرجيك بأنه روح الله القدوس ابتدى يعمل عمل جديد في حياتك فالشيء الأول هو أن نصرخ للرب الولد لما بيولد قبل كل شي كيف يعرفوا أنه صار في عنده حياة بيضربه إذا ما إذا ما تنفس أو إذا ما طلع صوته الحكيم بيمسكوا إيكو بيضربوا على الجسد وشوي وبعدين بس يقول وآآآ بيقولوا إيه كل اللي بيضحك ويقولوا خلق الولد همين وهيدا الصورة اللي فيها نحنا عندما نصرخ إلى الرب بصلاتنا يعني لما ننصلي من كل قلوبنا نعرف أحبائي بأن الله ولادنا الولادة الجديدة ومش بس لما بنصرخ لكن لما بنبتدي ناكل ويقول كتاب المقدس كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به في لزملة أنت تقلوا للولد أنه كيف يأكل أو يرضع من حليب أمه لا بس أمه تحطه على صدرها دغري بتلاقيه ابتدى يأكل منها الحليب هيدا أو منها اللبن هيدا إذا كنت من مصر لكن خليني أقول أحبائي كمان بالولادة الروحية الولد بيذكور عنده يعني بالفطنة بيحب أنه يقرأ كلمة الرب ويشتهي اللبن العقلي العديم الغش لكي ينمو به في أشياء الله بيطلبها منك الله مش رح يعمل كل شيء عنك حتى في الخلاص أحبائي كما قلت الله هو الذي يعطي الخلاص لكن كتاب المقدس يقول كل من يقبل كل من يؤمن إذا خصته جاء وخصته لم تقبله أما كل الذين قبلوه أعطهم سلطانا ينبغي أن نقبل هذه العطية من الله الله يدعوك اليوم ينبغي أن تشارك في عمل المسيح فالقيامة هي ليست حدث تاريخي لكنها حياة نحياها معه وهو يشركن في حياته وفي قيامته إذ قد تشارك الأولاد باللحم والدم اشتركه وفيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت ما عليك بقى سلطان للموت أبدا الله قادر أن يحررك من ثياب الموت ومن كل شيء للموت فهو الذي يحل قيدك لكي تكون من القبر وهو الذي يحل كل الأشياء ويعطيك آخرين يساعدوك فيحلوا هذه الأمور عندك ومرة تانية برجع أقول هو عمل الله لكن يشركن به لما بيجي حدا لحتى يساعدني ما إش ضروري أنا كما بقوله عظم هذا الشخص ما تقول الأسيس اللي يساعد الله بعت الأسيس لحتى يساعدك أو الله بعت فلان لحتى يعطيك فالكل من الله الكل من الله الذي أعطانا رسالة المصالحة إذن نسعى كسفراء الكل منه لكن يشركنا بعمله في الصباح هذا خلنا لك الله بعد وعن بلاحقك إذا كنت بعد لليوم مش متأكد من خلاص نفسك الله يدعوك ويقول لك كل ما أنت بحاجة أن تعمل هو أن تؤمن بي أن تسلم لي أن تتكل عليه توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد في كل طرق تعرفه وهو يقوم سبولك فالخلاص فالتقديس فالتمجيد في كل شيء هو الذي يعمل لكن نحن يشركنا في عمله أمين لشان هيك خليني أقول أحبائي أوقات كتير ناس بيقولوا هو الله هو صاحب السلطان لكن خليني أقول كمان أحبائي سلطان الله بيمشي بطريق متوازه مع مسؤولية الإنسان فالترين ما بيمشي على سكة وحدة يمشي على سكتين والسكتين هيدول أوقات كتير بيطلع فيهم بيظلوا متوازين مع بعضهم للنهاية ما بيلتقوا لكن بعيد بيبتدي الإنسان يشوف إذا بيطلع البعيد بيشوف بأنه هالقطين بيلتقوا مع بعضهم البعض بنظرنا أني سيلتقوا لكن هو عمل الله في حياتي وفي حياتك الله يعطينا نعم لكي نكون مشتركين في عمل المسيح فهو الذي يحل قيدي وهو الذي يحلني من ثياب الموت بمساعدة آخرين قدسين لذلك قال داود القدسون الذين في الأرض والأفاضل كل مسرتي بهم الله يعطينا نعم يا حبائي حتى اليوم لما نيجي حتى نتذكر قيامة الرب سوء المسيح موت ودفن نتذكر بأنه هو أعطانا في هالمناسبة هيدة هالفريضة لكي نحتفل بها ونحي هذه الذكرة في حياتنا نشجع بعضنا البعض يقول اهتام القدس كلما عملكم هذا كلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه تخبرون بموت الرب إلى أن يجي نحن نشترك نخبر بعمل الله بعمل الرب يسوى المسيح إلى أن يجي تخبر لكي نحن بعمل الرب تخبر الرب وغير حالي شكرا لك يا يسو يا حبيب شكرا شكرا لي أسو حمد حمد لي أسو شكرا شكرا لك حمد 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 لي أسو ماشد 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 لله رب ماشد وليس سوى شكرا لك على كل حوالي الحلوة والغرة كمان لإهتم وشغل بالي والرب في عيد السلطان شكرا شكرا لي أسو حمد حمد لي أسو شكرا شكرا لي أسو حمد حمد لي أسو ماشد 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 لله رب الماشد وليس سوى كمان